من أجل ضبط الوضع الأمني في معتقلات داعش ومخيمات عوائله وضع التنظيم شروطه الأربعة على طاولة تفاوض سرية مع الأمريكيين والقصد تقديم المعتقلين للمحاكمة السمح لهم بالتواصل مع ذويهم عدم تسليم المنتسبين للتنظيم من الجنسية العراقية إلى حكومتهم وتحديد وجهة انتقال من يتم إخراجهم من السجون بالتنسيق مع قادة التنظيم وفق ما أكدت مصادر مطلعة على التفاوض للميادين وتكشف المصادر عن وجود تواصل بين قادة التنظيم في سجني الصناعة وغويران مع خلايا التنظيم داخل المخيم للتنسيق حول مسار المفاوضات واختبار قدرة التنظيم على فرض الشروطه إذن هي المعادلة الوحيدة التي يسعد داعش لمقايضتها بعد فشل كل محاولات ضبط موجات العصيان في سجون قصد وعمليات القتل في مخيمات عائلات التنظيم التي تتصاعد منذ أشهر خاصة في الهول رغم كل حملات التفتيش المستمرة لقصد داعش الذي بات هاجسا بإمكانية انفجار سجونه يدفع بالمفاوضات مع واشنطن وقصد على إيقاع كواتم الصوت التي حصدت تسعة قتل خلال الشهر الجاري فقط إثر إعلان قصد عن تسليم الحكومة العراقية دفعة من المعتقلين ونقل عددا من سجناء داعش من سجن الصناعة باتجاه قاعدة التحالف في الشداد من دون أي تنصيق مع قياداتهم وتأخر وصول رسائل ذذويهم سلمت للصليب الأحمر كما أعلنت مصادر التنظيم قصد اعتقلت 43 طفلا من أبناء عناصر وقادة التنظيم ممن يعرفون بأشبال الخلافة في محاولة للضغط على داعش وإجباره على وقف القتل والعودة إلى التفاوض لكن الخطورة في الأمر بأن داعش بات يملك ورقة مساومة بمواجهة الأمريكيين وقصد وهو ما قد ينظر بتفجر الوضع الأمني مجددا في الشرق السودي ديمة ناصيف ديماشق الميادين